كاب أو قاس منذ وقت ليس ببعيد كان هذا المكان مرتعا للمنحرفين واليومها هي الأشغال تنطلق به معلنة عن ميلاد موقع سياحي في بيجايا بعد سنوات من الإحمال محفوظ استفاد من كل التسهيلة من طرف رئيس بلدية أو قاس من أجل إعادة الاعتبار لهذا المكان واسترجاع بريقه خلال موسم الاستياف أرد الاعتبار لهذا الموقع بداية من النظافة والإضاءة العمومية وإن شاء الله الهدف أن يكون عائلي بامتياز وفيما تتوصل الأشغال على قدم وساق من أجل افتتاح هذا المعلم في أقرب الأجال تبقى العديد من المواقع السياحية بحاجة لالتفاتة ممثلة